شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على وجوب الاهتمام بالقواعد الشعبية للتيار والتركيز على مبادئ المساعدة والتأخي والتواصل الصدر أكد في كتاب الرسمي موجه إلى مفاصل التيار كفة أهمية السعي الأكبر لخدمة هذه القواعد اجتماعيا وثقافيا وعلميا بالكلمة الطيبة والتواصل والاهتمام بكل ما تحتاجه في جوانبها الحياتية وتواعد الصدر المقصرين في تنفيذ هذا التوجيه بالعقوبات الصارمة في حال ثبوت تقصيرهم تجاه القواعد الشعبية للتيار مع استذكار الانسحاب الصدري من البرلمان احتجاجا على الفاسدين ما فوت الفرصة على من سعوا لتفتيتي وحدة صف الصدريين